ما هي حد عورة المرأة مع المرأة وكذلك عورة الرجل بالنسبة للرجل أولا يجب أن نعلم أن هذا الحديث الذي يطنطل به من يريد من النساء أن يلبسنا ثيابا ليس لثياب هشمى ولا كثياب هذا الحديث معناه أنه لا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة أخت لكن الأخت ماذا عليها من الثياب؟ يجب أن يكون عليها ثياب سافر حتى لا تدخلها في الحديث الصحيح سنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاثيات عاريات ومميلات مائلات لا يكون جنة ولا يدن لها قال أهل العلم كاثيات عاريات يعني عليها كثوة لكنها خفيفة أو عليها كثوة لكنها قصيرة أو عليها كثوة لكنها ضيقة فعورة المرأة مع المرأة كعورة سرة مع أبوز هذا المعروف عند أهل العلم فلا يحلل المرأة أن تنظر من المرأة الأخرى ما بين السرة ورق لكن على الثانية المنظورة أن تلبس الثياب التي يشرع لها لبسها وهي الثياب السافرة لأن ترك النساء يستعمل من الثياب ما شئنا ويقولنا إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل غير صحيح أحسن الله وليتسي